السلام عليكم مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناتكم قبس للتقنية معكم جمال دين وهذه حلقة نتكلم فيها عن حل مشكلتي تواجه الكثير من اللاعبين الذين يستخدمون لعبة فيفا 2023 سنقوم باستعراض عدة حلول وبالتأكيد وإن شاء الله سيكون أحد تلك الحلول مساعدا لك في تشغيل اللعبة بدون مشاكل لكن قبل هذا إن كانت هذه زيارتكم الأولى لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديد مواضعنا أولا بأول فلنبدأ إلى الآن السلام عليكم من جديد سوف نقوم بحل المشكلة التي تكلمنا عنها في التقديم وهي مشكلة عدم اشتغال لعبة فيفا 2023 وظهور مشكلة الخطأ أنتيشيت هذا الذي يظهر كما تلاحظون هنا مشكلة في عملية التحديث سوف نتكلم عن ثلاث نقاط بحل هذه المشكلة النقطة الأولى هو برنامج أوريجين والنقطة الثانية هو برنامج إي آي والنقطة الثالثة متعلقة بتشغيل اللعبة على الويندوز سنقوم بتقديم عدة حلول يمكن يوجد حل يشتغل معك ويوجد حلول أخرى لا تشتغل لكن نحن قدمنا إن شاء الله الحلول التي تشتغل إذن كما قلنا المشكلة هي File Learning Update Process يعني هذه المشكلة التي ستواجه المستخدم للتحديث الفيفا 2023 فشل في تشغيل اللعبة هذا أيضا مشكلة أخرى أول شيء لعبة الفيفا 2023 نقوم بتشغيلها من جديد بعد ما نشغلها ولا تشتغل أعد تشغيل جهاز الكمبيوتر كله ثم أعد تشغيل اللعبة في حال لم تشتغل اللعبة بعد إعادة تشغيل الكمبيوتر نقوم بالحل التالي نقوم بالخروج من برنامج أوريجين نقوم بفتح ملف الذي يتواجد فيه التطبيق بعد الدخول إلى الملف نختار إعدادات بعد الدخول إلى الإعدادات سوف نقوم باختيار أو توافق ثم نختار تشغيلها كمدير ثم Apply ثم OK نقوم أيضا بالنسبة إلى برنامج AI نفس الفكرة نقوم بفتح ملف الذي يتواجد فيه ثم نقوم بتشغيل الإعدادات من خلال الضغط بالماوس على اليمين ثم نختار إعدادات بعد اختيار إعدادات تقوم بالدخول إلى التوافقية ثم تشغيل على أدمين تقوم باختيارها ثم موافقة ثم OK تمت هذه العملية نقوم بتشغيل الإي آي الآن بعد تشغيلها نقوم أيضا بتشغيل الأوريجين التطبيق يعني من جديد ونقوم بتشغيل اللعبة مجددا إذا لم تشتغل اللعبة أيضا نقوم بالحل التالي نذهب إلى اللعبة الموجودة في أوريجين نضغط على المسنن هذا اللي هو إعدادات ثم نختار Repair سوف يتم تصحيح الأخطاء ثم أعد تشغيل اللعبة إذا لم تشتغل اللعبة أيضا سنضطر الآن إلى إذا لم تشتغل اللعبة نقوم بإلغاء تثبيت برنامج أوريجين هذا من خلال Control Palin Program ثم Program and Future ثم اختيار البرنامج Install بعدها نقوم بعمل Restart للحاسوب أو إعادة تشغيل للحاسوب ونقوم بتشغيل اللعبة مجددا إذا لم تشتغل ننتقل إلى الحل الآخر نقوم بإعادة تحميل نسخة أوريجين من موقعهم الرسمي origin.com إذا كانت لديك نسخة السابقة في الجهاز فيجب أن تحمل آخر نسخة إذا لم يكن أو إذا كان لديك بالفعل نسخة محدثة في الجهاز فلست مضطرا إلى التحميل نقوم بتحميل النسخة الجديدة نفس الأمر نقوم به مع برنامج AI نقوم بتحميله مجددا أيضا إذا لم تشتغل اللعبة نقوم بغلق برنامج AI و أوريجين بالنسبة لأوريجين نقوم بالخروج كما تلاحظون في الشكل بعد الخروج من البرنامج نقوم بالذهاب إلى برنامج AI ثم الدخول إلى ملف AI المرتبط بالفيفا ثم نذهب إلى ملف اللعبة و نقوم بتشغيل اللعبة بدون الحاجة إلى برنامج AI و برنامج أوريجين إذا لم تشتغل اللعبة أيضا سنضطر إلى الانتقال إلى الحل الأخير تقريبا الحل الأخير أحيانا حين تشغيل اللعبة تظهر أن المشكلة أو أن الجهاز قام بإيقاف تشغيل اللعبة و غالبا يرجح أنه بسبب برنامج مكافح الفيروسات الموجود في الويندوز عشرة إذن نقوم بالدخول من الكونترول بانل نختار ويندوز سيكيريتي ثم فيروس ثريت بروتكشن ثم تدخل إلى هذا الخيار كما قلنا ثم تقوم بإضافة ثم تبدأ باختيار اختارهم يعني كل تختارهم يعني تختارهم يعني تختار هذا الرموز الذي بالأحمر بعد الاختيار تضغط يتيم تفعيل أنها ليست كفيروسات ثم تقوم بتشغيل اللعبة ستجد أن اللعبة اشتغلت بسهولة هذه كلها هي حلول مقترحة يعني إحدى هذه الحلول ستكون هي الوسيلة في تشغيل اللعبة إن شاء الله أتمنى أن يكون الشرح واضح إذا لديكم أي استفسار لا تنسوا كتابتهم في التعليقات لا تنسوا أيضا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة لنقدم لكم المميزة قادما إن شاء الله السلام عليكم شكراً لكم